اشتركوا في القناة افضل الممارسات ووسائل الترويج لممارسة الرياضة من قبل افراد المجتمع البحريني لتكون سلوكا يوميا للمواطنين والمقيمين على مدار العام وبينا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان اليوم الرياضي والذي احتفلت به العديد من وزارات ومؤسسات المملكة والقطاع الخاص والقطاع الاهلي جاء اليا نم عن حب اهل البحرين وجميع المقيمين على ارضها لممارسة الرياضة وتأكيد القيم النبيلة التي تحملها الرياضة واهميتها في بناء اجيال مؤهلة بدنيا وصحيا لتحمل المسئولية في المستقبل ومواصلة مسيرة العمل والابداع في كل المجالات واضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بان اليوم الرياضي سعى الى توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معادلات المشاركة الفاعلة فضلا عن اتاحة الفرصة امام جميع افراد المجتمع البحريني والمقيمين لممارسة انشطة بدنية وثقافية ورياضية يسعدون بها بالاضافة الى نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع باهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني ونوها سموه الى ان الاحتفالات باليوم الرياضي باتت فرصة مناسبة للحصول على مؤشرات الممارسة الرياضية بالمجتمع ودرجة اقبال الافراد عليها علاوة على الترويج للانشطة الرياضية والترفيهية والاستمتاع بالبرامج المقامة في اليوم الرياضي للمملكة ساهم في تنشيط الرياضة بتواجد جميع فئات المجتمع بهدف الاهتمام بالرياضة وان تصبح جزءا من الحياة اليومية للانسان واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره البالغ لجميع وزارات المملكة والقطاع الخاص والقطاعات الاهلية التي قامت بتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية في هذا اليوم والذي جاء نابعا من ايمانها العميق بالدلالات والاهداف السامية له مشيرا سموه الى ان مشاركة المواطنين والمقيمين في مختلف الفعاليات الرياضية وجه رسالة اهل البحرين والمقيمين على ارضها يمارسون الرياضة بشتى انواعها ويحرصون على اداء مختلف الانشطة الرياضية المناسبة لهم بصورة دورية واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدور البارز والعمل المتكامل من قبل المجلس الاعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية البحرينية وجميع الشركاء الامر الذي ساهم في نجاح الفعالية بالصورة الواضحة علاوة على التفاعل الايجابي من قبل الاتحادات الرياضية والاندية الوطنية والمراكز الشبابية التي قدمت حزمة من البرامج الرائدة في اليوم الوطني الرياضي